الزمالك أصبح له مجلس إدارة وأصبح له اجتماع وأصبح له قرارات والنهاردة كان أول القرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب ما هي قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد؟ تعالوا نشوف أولا الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفان على ملف الكرة حسين يعني مع حفز الألقاب بقى عشان اللي جاي كله حسين يوسري مشرفا على ملف كرة اليد طريق السعيد مشرفا على ملف كرة السلة أحمد مصطفى مشرفا على ملف الكرة الطائرة تكليف هشام ناصر نائب رئيس النادي القيام بعمال المدير التنفيذي لحين اختيار مدير تنفيذي وتعيين أحمد سالم متحدثا رسميا باسم النادي طيب دي القرارات تتكلم في أحمد سليمان وحسين السيد متوقع عاجبني بس فكرة إنه الصورة حلوة يا جباة كنت لسه بتكلم مع بعض الزملاء صورة مجلس الإدارة تعنادي الزمانك الجديد زي بيقوله كده الإمج حلوة الكلام حلوة قرارات ذكية قرارات محترمة وعاجبني قوي فكرة إنه يبقى فيه متحدث رسمي في أول قرارات مجلس الإدارة ومتحدث رسمي له إمج له باق إعلامي رجل مهزب رجل فاهم يعني إعلام وفاهم يعني إيه الحديث مع الإعلام فالاختيارات كلها جيدة كلها تخلي عنيك تلمع كده وتنور وتقولي الناس دي لا جاية تشتغل بجد جاية تصلح بجد جاية تحسن من صورة الزمالك اللي هي صورة عظيمة في الأصل كمان يعني ترجمة نانسي قنقر